الصداقة بين جيلين بقدر فويدها بقدر ما هي مؤلمة نتعلمت ده من أمي بالمناسبة لأنها كانت تعاني من الموضوع ده أنه كل الأصدقاء أكبر منها بجيل كامل يمكن جيل ونص فمعها تقدم العمر والوفاة فتشعر بالوحدة ده أحساس مخيف برضه هو هي فيها إيجابيات وفيها سلبيات فيها سلبيات أن أنا ما عيشتش جيلي ما هو برضه كل جيل لهم وصفاته يعني أنا كان حظي مش يقول قدري إن أنا لقيت نفسي مع هيكل مصطفى أمين محمد عبدالوهاب حياتك قلت لي كنت بقيت بالأسنس هيكل مرتين كل أسبوع وموسيقى محمد عبدالوهاب فيه ساعة حديث تليفوني يومي نتكلم بالليل في التليفون رياض الصنباطي كان رجل صعب إنك تقرب منه كان يكلمني ونتعالي لدرجة إنه ساعات كان يشتكيلي من حاجات خاصة يعني من الدنيا من الدنيا كلها يوسف دريس كان رائع عظيم أه وبعدين بس دا بعدني عن جيلي ودي برضو نقطة سلبية يعني تعرف بس دا ساعات ما تبقى قريح برضو أستاذ فريق يعني ما عرفش ما عشتش مغامرات عمري مش يعني ما خدتش قاود جيلي بس يعني حاجة كده توصل لفردوس مفقود بردو لأنه بتاخد كم خبرات من شخصيات شديدة التنوع شديدة الثراء كبيرة جدا ضخمة جدا وده بيخلق نطج سريع جدا للتجربة دا صحيح لكن أنا كنت سعيد بال يعني أنا كنت صديق للشيخ الشعراوي ولذلك أما بدافع عنه دلوقتي لأن أنا عرفت خالد محمد خالد كان أجمل جلساتي مع خالد محمد خالد في المانيال وكان ساكن في شقة فوق في الدور السادس من غير الأسنصير ولما تعب كان بنى بيت صغير في المؤطة فراه قعد فيه ألحى على أولاده وقال لهم ودوني الشقة الأديمة الأديمة أنا مش مستريحي يعني عايزة أقول لك إنها هي تجربة أنا سعيدت بيها وكانت قدتني قدر من الصراء والعقلانية وعدم التشنج فكتباتي اتسمت بخدر كبير من الاتزان والموضوعية بحيث أن أنا لا كنت رأي لأن أنا حققت شيء بدري ما بقيتش الأضواء قضيتي التحقق كان مبكر لا بالضبط كده فكنت وبعدين أنا استفدت من الناس دي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر